يعني مشروع مهم وضخم جدا زي ده هيربط مصر كلها والخدمة فيه تبقى موزعة عن طريق مراكز فاهمة كويس جدا هتوجه ايه مين هيختصر وقت كتير جدا ويحافظ على حياة ناس يا مقوي وحيمنع مشاكل وجرائم ربما كتيرة جدا ممكن تحصل الجميل بقى النهاردة اخدنا خبر عظيم ان هذا المشروع الكبير هيصبح متكامل وموجود في كل مكان فيه خلال مدة اربع اشهر حينتهي وحيكون جاهز على انه يكون عمليات التجهيز وعشان الناس تتصور بس الرئيس في اي ازمة اي مكان يستطيع ان يجلس في غرفة عمليات ويرى يرى كل شيء ويوجه في محافظة كذا يتحرك بالشكل فلاني يقدر يكلم قيادات يقدر يكلم اي حد وهو شايف في الغرفة المركزية الادارة حصلت ازمة في قرية هبوط ارض كبير مش عارف ايه المسألة حتمس ده الاجتماع اللي كان من 6 شهور كل مواطن في مصر حيستفيد منها الفلاح حيستفيد منها والامنة حيستفيد منها اي مجرم هيرتكب جريمة بقى سهل جدا انك تجيبه في ثانية وتجيب صورته وتدوس على الزرار وعندنا بياناته فهيطلع ده اسمه فلاني فلاني دلوقتي بيجيبه انت ركب العربية لو مسك ايد واحدة جنبك بيجيبك مسك اليد يعني وده طبعا كله نتيجة ان احنا بقى عندنا امر خاص بنا احنا بامكانيات وقدرات مصرية وما فيش اي حد قادر او من المستحيل زي ما تقالي النهاردة اختراقه او اختراق البيانات الموجودة عليه خد بالك الرئيس تتكلم عن ان في حاجات كتير ما ينفعش يتقالع عشان اهل الشرق بس الرئيس مثلا كان بيتكلم عن فاكرة ايام ما كانوا بيقطعوا انابيب الغاز في السيناء فيش خطوط الغاز دي ما كناش مدعب دلوقتي هو بيقطع متجاب وتقدر زو وتروح جايبه في ثانية اعتقد مساحة مختلفة من الامان مصر محتاجا لها جدا انا ببسط طبعا المسألة اكبر اكبر واهم بكتير جدا هذا الامر الصناعي اللي الرئيس تتكلم عنه كمان حينقلنا نقلة وهو ليس لخدمتنا بس ده ممكن يقدم منتج ايضا تعالوا نشوف السيد الرئيس قال ايه على ده اول مرة يكون لمصر امر اتصالات خاص بيها ده ما كانش موجود قبل كده كنا بنعتمد على طبعا طبعا ده متاح بالمهم اول انا اقول برضو ان الشغل اللي هنا مش شغل الشغل هنا فيه شغل تجاري ممكن يحقق موارد يمكن بكر ما شارشي لها باستفادة يعني لكن ممكن يحقق موارد كويسة لتقديم الخدمات دي للقطاعات المدنية والمستثمرين والقطاع الخاص اللي هو يهموا ان ياخد خدمة بهذا المستوى وبهذه الجودة البلد تحت عيون المسؤولين يعني اللي حيفكر يبني على ارض زراعية مثلا او يجي حط ايضه على الارض في ثانية متشاف في ثانية فمتخيلين المسألة هتبقى ازاي عرضو لنا فيلم تسجيلي رائع جدا عن الخطوات وما تم ويعني بجمال المحتوى كان ايضا الصوت المعلق على هذا الفيديو المقدم مصطفى لبيب من الشؤون المعنوية وهذا صوت مميز جدا كل ما بسمعه بابقى عايزة اتكلم عنه عشان اوحيي طريقة القاءة اللغة العربية النفس بتاعه حاجة كأنه دارس ومتخصص وجهة مشرفة جدا في الاداء والقاءة للاعلام صحيح بشكل عام طيب خليني اقولكو جزئية اخيرة واحنا بننتقل الجزء التاني المشاريع اللي بتقام في مصر هي المشاريع ليست علشان خاطر السنة دي وانا خمس سنين ولا عشر سنين دي مشاريع للعمر وإلى ان يجد جديد في اي تكنولوجيا مستخدمة فيها طيب